اشتركوا في القناة بإذن الله ابتداء من يوم السبتم تعرف على أجوائنا أكثر حاليا عبور لبعض السحب والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من ثمانية لثمانية وعشرين كيلومتر في الساعة كحد أقصى حاليا سرعتها ثمانية وعشرين كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا ستعاش درجة مئوية والإحساس يكون أقل من ذلك مع نشاط الرياح بين الحين والآخر الرطوبة النسبية ثمانية وثمانين بلمية الرؤية الأفقية متراجعة بفعل الضباب الموجود ويانا أجوائنا مستقرة وجميلة تراجع بسيط للرؤية الأفقية بعض الشيء بفعل الضباب ديروا بالكم خاصة في الطرق خارج المدينة عبور السحب رح يستمر ويانا لكن رح يتراجع بإذن الله تدريجيا النهار يوم الغد وأجوائنا مشمسة يوم الغد بعد ذلك تعود السحب تدريجيا وتعود الأجواء الغائمة جزئيا امتداد تأثير مرتفع جوي موجود ويانا اليوم ورح يستمر ويانا لعدة أيام مساء اليوم وحتى نهايته الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه أجواء باردة درجات حرارة تتراوح ما بين الـ 14 إلى الـ 17 درجة مئوية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مثل ما قلنا من ثمانية إلى 28 كيلومتر في الساعة والبحر من واحد إلى ثلاثة قدم أخوانا الحداء قديروا بالكم تراجع الرؤية الأفقية على بعض المناطق رح يكون موجود خاصة داخل البحر بذن الله ساعات الصباح الأولى الأجواء باردة وأيضا الرياح رح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه العام متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة ودرجات حرارة تتراوح ما بين العشرة إلى الـ 15 و 16 درجة مئوية باستثناء طبعا المناطق الساحلية والجزر الجنوبية درجة الحرارة تكون فيها شوي أعلى ما بين الـ 20 إلى الـ 21 درجة مئوية البحر خفيفة إلى معتدل الموج بوجه العام والفترة هذه من فترات الحمل رح تستمر ويالها حتى منتصف نهار يوم الغد من 1 إلى 3 قدم ودرجات حرارة معتدلة بوجه عام تتراوح في أغلب المناطق ما بين الـ 20 إلى الـ 22 درجة مئوية أجواء مشمسة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية بين الحين والآخر والبحر خفيفة لمعتدل الموج من 1 إلى 3 قدم رح يستمر أيضا حتى ساعات المساء مع درجات حرارة باردة نسبيا تتراوح ما بين الـ 11 إلى الـ 14 درجة مئوية وتتراجع درجات الحرارة أكثر والبرودة تكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خاصة في المناطق الصحراوية والغربية تحديدا من البلاد وأيضا المناطق الزراعية والشالة هذه درجات حرارة تتراوح ما بين الـ 11 إلى تقريبا الـ 15 و 16 درجة مئوية في أغلب المناطق وحتى الجزر البحر بذن الله خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم الفترة هذه من فترات الحمل المد الأول بذن الله رح يكون الساعة 29 و 22 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 8 و 57 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 8 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 2 و 18 دقيقة أخواني الحداغة ديروا بالكم من فرص تراجع الرؤية الأفقية مساء اليوم وأيضا مساء يوم الغد من المتوقع أنها تتكرر طبعا تراجع الرؤية الأفقية مع فرص الضباب المواقيت بذن الله أذان الفير رح يكون الساعة 5 و 12 دقيقة والشروق الساعة 6 و 17 دقيقة والمغرب الساعة 4 و 53 دقيقة وباتر عدد ساعات النهار 10 ساعات و 14 دقيقة وكل ما للليل يكون أطول أكثر وطبعا رح يبلغ غايته بالطول خلال الأيام القادمة بذن الله رح يكون أطول عدد ساعات للليل التقص المتوقع بذن الله خلال الأيام القادمة الرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام يوم الغد شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه 21 عظمى وصغر 11 درجة مئوية البحر من 1 إلى 3 قدم لكن يوم الخميس نتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري لأن البحر رح يكون معتدل يعلو بين الحين والآخر من 2 إلى 6 قدم فارتفاع الأمواج رح يكون مزعج خاصة الحداغة مع عبور للسحب بين الحين والآخر ودرجة الحارة رح تكون معتدلة بشكل ملحوظ في يوم الخميس 26 عظمى وصغرة 12 درجة مئوية والهواء كوس سرعتها من 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة لذلك الأمواج رح تكون من 2 إلى 6 قدم يقلب الهواء إلى شمال غربي وأجوانها رح تكون غائمة جزئيا في يوم الجمعة ودرجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية وصغرة 14 درجة مئوية وسرعة الرياح من 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة لإحساس بالبرودة يشتد مع نشاط الرياح طبعا بين الحين والآخر الأجواء باردة خلال المساء والفترات المتأخرة من الليل والفجر وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة أيضا خلال النهار يبدأ ابتداء من يوم السبت 18 عظمى وصغرة 10 درجات مئوية والرياح رح تكون نشطة بين الحين والآخر سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة 18 عظمى ولكن الحساس يكون أقل من ذلك وخلال ساعات الصباح الأولى درجة الحرارة 10 والحساس أيضا يكون أقل من ذلك حتى يوم الأحد الرياح الشمالية الغربية رح تستمر خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة 18 عظمى وصغرة تصل إلى 9 درجات مئوية أعزائي المشاهدين تصل درجات الحرارة إلى أقل من ذلك في المناطق الصحراوية والمكشوفة ديروا بالكم خلال هذه الأيام بإذن الله لأن الأجواء الفاردة رح تكون مستمرة وموجودة ويانا أعزائي المشاهدين تراجع في الرؤية الأفقية نتيجة الضباب الموجود ويانا اليوم والرياح خفيفة إلى معتدلة اليوم ودرجات الحرارة معتدلة ولكن انخفاض متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ابتداء من يوم السبت أتمنى لكم السلامة ونشرت الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للدول والعواصم حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة